وانت أخبارك معايا الاهل خسر من بيرامدس وخسارة زي ما قلتلكم خرجت الاهل من الكاس الهزيمة أو الخسارة التالتة للاهل من نفس الفريق مسألة سلبية الرابعة قياسا على أنه قبل كده القصيوطي نيكن لكن اللي غير المفهوم أنه تتحول المسألة لدى بعض الإعلاميين إلى نوع من السخرية والتهكم من الأهل والإعلاميين الزمالكوية فريق خسر من فريق أنت أخبارك إيه معايا أنا شخصيا بقى نادي الزمالك المنافس المباشر التقليدي للنادي الأهل وعمد الكرة المصرية فيش كرة مصرية بدون أهل وزمالك ودايما وأبدا أنا مقتنع بأنه ما فيش أهل قوي بدون زمالك قوي كل ما الزمالك بيشد حيله ويقوي فرقته الأهل بيشد حيله أكتر ويطور أفكاره وفرقته وأفراده الزمالك ياخد الدوري سنة فيرجع الأهل في خلال السنة اللي غاب فيها عنه الدوري يركز ويطور ويغير وينطلق ياخد الدوري بتوصل لسبع مرات ردا على مرة ضع منه الدوري فيها هو ده تاريخ المسابة وده تاريخ الكرة المصرية بصوا باستمرار الفترة اللي الأهل بيفقد فيها اللقب سنة أو سنتين أكتر أو أقل يرجع بعدها بقوة يبعمل تجربة يفوز بيها أو يحتكر بيها الألقاب والدوري بالخصوص سبع مرات ودي تكررت بس لما نسمع محاولة التقليل من الأهل وقيمته عشان خسر من فريق زي بيرامدز في ظروف تحكمية كلكم شفتوها وآخرها المرة اللي فاتت كل مباراة للأهل وبرامدز فيها عالم تستفهام كبيرة لم يجب عليها حتى الآن خلينا نتكلم في الأخطاء البشرية والمسامح كريم يعني وهو حتى الأحداث شوفوا تترتب زي النهاردة خبر أن جريشا بيحكي في البطول العربية بعد المباراة على طول راح على يعني ما تحطناش يا جماعة في علامات استفهام بيستمرار وتطلبوا مننا أن احنا نكون تفكرنا متوازن يعني لازم حيروح يحلل في الاتجاه ده تفكير انتقائي انتقائي تفسير انتقائي على طول يعني لما لقيك بواحد اتنين تلاتة اربعة احداث عمالة تترتب على بعضها مطلوب مني أنا أشوف حق الأهل بيهدر يعني يتعامل فيه ايه لازم علق عليه صحيح وارجع أقول لك أخبارك أنت إيه معايا بقى ألاقي الأهل يكسب الزمالك المنافس المباشر بتاعهم مش هنتكلم لعلى بيرامدز وعلى لغسوت ولا أي حد هنتكلم على المنافس الكبير المباشر نادي الزمالك الشقيق الكبير النادي الأهلي فاز عليه خمس مرات متتالية خمس مرات خمس مرات من تمانية احداشر سنة خمسة وعشرين لعشرين اربعة سنة تمانية وعشرين الأهلي يكسب الزمالك ستة صفر دي كانت بطولة القاهرة ويكسبه تلاتة صفر ويكسبه اثنين واحد ويكسبه اثنين واحد ويكسبه واحد صفر دائمته من خمسة وعشرين لتمانية وعشرين بس دي قديمة قوي دي في العشرينات يا محمد ام الصفا زميلنا النابه في الاعداد والمنقب الدائم عن مثل هذه الحقايا في العشرينات احنا ولاد النهاردة طب ايش حالك اليوم بقى ايش حالك اليوم ألاقي ياللي بتكلمونا على بيراميدي الأهلي من اربعة احداشر الفين واربعة لستاشر عشر الفين وخمسة كسب الزمالك اربع مباريات وربعة في الدورة الممتاز كسبه اربعة اثنين في اربعة احداشر الفين واربعة في اتناشر اثنين الفين وخمسة تلاتة صفر في خمسة وعشرين تسعة الفين وخمسة كسبه اثنين واحد في دورة أبطال أفريقيا 16-10-2005 كسبوا 2-0 أربع مرات متتالية في 2004 إلى 2005 طيب نقرب ما تجرب وتقرب تقرب شوية نقرب أكتر خمس مرات متتالية من 2000 من 27-2007 ل 27-2008 يعني سنة واحدة في غضون سنة واحدة 12 شهر خمس مرات متتالية يلي بتكلمنا على بيراملتز في كاس مصر الأهل يهزم الزمالك 4-3 في 2-7-2007 في الدورة 17-9-2007 الأهل يفوز 1-0 في الدورة في 14-3-2008 الأهل يهزم الزمالك 2-0 دورة أبطال أفريقيا 27-2008 2-1 للأهل كاس السوبر المصري 27-2008 الأهل يفوز على الزمالك 2-0 يعني في أنت متخيلين خمس مرات طب عايزين إيه في حقب زمنية مختلفة وهو مش مفروض الحقيقة نقعد وقول لبعض الكلام ده بس يعني لما تيجي تكلمني ويترد عليك ما يصاحش إن احنا نقعد لبعض نقول لبعض الكلام ده لكن عايز تتكلم حني تتكلم وإحنا كذبانين برطة مش عايزين هذه الأجواء أستاذ إبراهيم أنا مش حابب جوه تراشق ده مش حابه لكن هو ده مش تراشق انت مضطر له حقيقة حقيقة بس انت بتذكرها لأنه هو حاب يعمل مكايدة واخد بالك فلازم يتذكر له هذا الكلام ما تنفعش إن انت يعني جمهور اللي هو عندي حقوق لما انت سيادتك تيجي تتعمد إنك تضايقه متغيزوا هنضطر نطلع على الحقائق اللي إحنا كنا متعففين عنا أي بس متعففين لأنه الأهلي اللي جوان كتير يا شوارب يعني اللي جوان كتير أو لو هنعد نعدد أهل وزمالك ما شاء الله لكن لأنه هو الأهلي موسيقى